تحت ذريعة المحافظة على هيبة الدولة وأمنها تكمم الأفوأة هنا تونس الجديدة تونس بعد تمووز 2021 لم تعد تونس ثورة اليسامين ملهمة الثورات ومرجع الحريات تونس سعيد ممنوعة فيها السياسة ممنوعة فيها معارضة رئيس الأشهر الأخيرة شهدت حملة اعتقالات واسعة شملت قيادات حزبية بارزة ومحامين وقضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومدونين ونشطاء الكل في تونس الجديدة متهم بالخيانة ومعادات الدولة والتآمر عليها تهم فضفاضة تكفي فيها النوايا كي تجهز الدعاوى ويزج بالضحية في غياه بالسجون أول المستهدفين بهذه التهم هم الخصوم والمعارضون من كل التيارات والاتجاهات بداية من حركة النهضة وصولا إلى جبهة الخلاص الوطني مرورا بالحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي حتى أصبح اعتقال المعارضين مشهدا يوميا في تونس في ظل مواصلة قيس سعيد توزيع تهديداته على الجميع وحتى الاتحاد العام للشغل لم يسلم من تهديداته لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المسائلة الحق النقبي مضمون بالدستور ولكن الحق النقبي لا يمكن أن يتحوله إلى غطاء لمآرب سياسية سعيد يستخدم كل أدوات الدولة وأجهزتها التنفيذية لما يسميه تطهير البلاد بعد أن استعصى عليه تطويع القضاء واستخدامه لملاحقة المعارضين في وقت ينشغل فيه سعيد بملاحقة معارضيه وإنقاذ البلاد من المتآمرين المزعومين يبحث الاقتصاد التونسي عما ينقذه بعد أن تجاوز الدين العام فيه حاجز الثمانين بالمئة في ظل تقصير واضح في الملف الاقتصادي والاجتماعي وغياب الرؤية والبدال فهل سينقذ سعيد البلاد ممن وصفهم بالمتآمرين فتشبع بطون المكلومين سؤال يمكن أن يجيب عليه الشارع التونسي في الأيام القادمة